الأخت الفاضلة بتسأل بتقول إنه هم ليهم أخ هم بنين وبنات ولهم أخ هذا الأخ مديون وهذا الأخ مديون لدرجة على ما أتذكر إن قالت إنه هو سيسجن يعني دين عليه وبتقول إحنا الوالد عنده يعني مرض المرض يعني هو قعيد الفراش وإنه أحيانا بيفوق وأحيانا بيذهب فيه غيبوبة لكنه لما يعني في لحظة من اللحظات اللي الأب فيها مستيقظ وكان في حالة يعني يقضى وليس في غفلة الغيبوبة بتقول استأذناه في إنه ممكن نسدد دين هذا الأخ من مال الأب ولا لا يمكن إن إحنا نسدد فبتقول إحنا استأذناه وقلنا له إحنا كلنا موافقين كأولادك بإنه نسدد دين هذا الأخ فهي بتقول هذا الوضع يعني من الجهة الشرعية جائز ولا غير جائز طبعا الإنسان أنا بس في قعدة حنقولها كده وبعد كده أجيب لحضرتك على هذا السؤال في إحنا لازم نعرف إنه طبعا الإنسان لما بيكون في حال المرض في حال إنه قعيد في حال إنه لا يستطيع الاعتماد على نفسه يعني أنا دلوقتي ربنا يدي الصحة والعافية للجميع إذا الإنسان في حال مرض الموت أو في مرض يعجز فيه عن الاعتماد الكامل على نفسه ما بيقدرش يقوم بالحاجات اللي كان بيقوم بيها قبل كده رجل مثلا بتأتيه غيبوبة ولحظات أخرى بيفيق فيها وأغلب اللحظات مش فاين فما بقاش بيعتمد على نفسه 100% بقى ملازم أو شبه ملازم للفراش أو عاجز فده نظر إليه أهل العلم وأهل الفقه بإنه فاقد بعض الأهلي فقال هذا الرجل في حال الوقف أو في حال الهبة إنه يجي يدي لحد من الولاده شيء على سبيل الترفيه يعني أجي أدي العيل من ولادي مثلا قدر من المال أهبه شقة معينة أعطيه أي شيء قال لك بعض أهل العلم لا يتجاوز السلس بيعملوه زي معاملة الوصية عشان ما يجنيش على باقي الورثة وطبعا نحن عارفين القاعدة في الهبة في المسألة أو في مسألة الوصية أنها للوارث أو لغير الوارث لا تتجاوز التلت وإن تجاوزت التلت لابد من إذن أو موافقة بقية الورثة ده في مسألة الهبة واللي بعض الفقهاء قال إن إنسان أثناء عجزه أو مرضه فاقد لبعض الأهلية هو مش كامل حر أو ما عندهش حرية كاملة للتصرف في نفسه ما بقداش يعتمد على نفسه زي الأول قال لك في الحالة دي إذا بيدي حد شيء بيدي من أولاده أو لأي حد لا يتجاوز التلت ولو تجاوز يكون برضو بإذن بقية الورثة وعلى كلا الحالتين أنتوا يعني استأذنتوا وأعلمتوا أعلمتوا الوالد هذا الوضع وهو أدنى به لسداد دين ولده لأن طبعا هذا التصرف المالي في حق هذا الولد مش تصرف رفاهية يعني مش جاية دي لابني مثلا خد المبلغ ده اشتريه لك عربية ولا خد المبلغ ده يعني يوسع لأولادك شوية لا ده تصرف في حال ضرورة مش تصرف في حال رفاهية فهو من باب أولى أن نتكاتف لسداد دين هذا الأخ وبناء على ذلك فإمضاء هذا الأمر جائز إن شاء الله ولا شيء فيه بأن نسد بعد استئدان الأب واستئدان بقية الأولاد فإن نسد هذا الدين عن هذا الأخ وهو تصرف من قبل الأب في ماله ليس تصرف من جهة الرفاهية وإنما هو تصرف من قبيل القيام بضرورة وهو إن هذا الابن عليه دين لابد من سداده وإلا لو لم يسدد ذلك الدين هيبقى فيها حبس لهذا الولد ويبدو إن هذا الولد على استقامة لإنه لو ما كانش على استقامة وكنتوش كلكم تكاتفت على سداد ذلك الدين لهذا الأخ وإن الأب كذلك يعني يوافق على سداد دين ابنه لإنه أي أب أو أي أم في هذه الحال طبعا هيقدم مصلحة هذا الابن بإنه ما يضعش مستقبله وإنه حافظ على البيت وبخاصة إن كان من أهل الفاقة وإن كان من أهل الاحتياج والله تعالى أعلى وأعلى